السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي التلاميذ المدرسة التقدمين الصف الرابع الابتدائي نأتي تكملت منهجنا الدراسي الدرس الرابع التحويل بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية قبل نبدأ بهذا الموضوع ونشرح شون نحول بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية وبالعكس أيضا راح أجي أطيكم كم ملاحظة تخلوها في إذهانكم عندي الملاحظة الأولى لما يكون عندي تحويل كسر الاعتيادية إلى كسر عشرية حتى إذا كان أول شيء أباوع على البسط إذا كان أصغر من المقام والمقام أما عشر أو مية فتحول إلى كسر عشرية بصورة مباشرة أما إذا كان المقام ليس عشر أو مية فيجب أن أجد مكافئ للمقام العدد حتى أسوي عشر أو مية وبعدها أحول إلى كسر عشرية أما التحويل الكسر العشرية إلى كسر اعتيادية نعتمد على طريقة القراءة طريقة القراءة على سبيل المثال عندي مثلا 2 عدد صحيح مثلا عندي 2 عدد صحيح وتسعة بالعشرة وتسعة من عشرة هاي شون أحاول الكسر اعتيادية أقدر أقول 2 عدد صحيح وتسعة على عشرة بكل سهولة حسب ما أقراها أجي أكتبها حتى تكونون على دراية أكثر ووضوح أكثر سأجي أحل لكم تمارين أتأكد وبنفس الوقت أريد أن تكون أنتم تحلون بكم حتى تتقومون التمرين الأول عدنا استعمل نموذج مربعات العشرة والمئة لتحويل كل كسر اعتيادية إلى كسر عشرة العدد الأول المطنية هو سبعة على عشرة سبعة على عشرة حتى استعتم النموذج راح أجي أرسم مستطيل أقسم إلى عشرة أجزاء الأول من عنده سبعة أجزاء الأول من عنده سبعة أجزاء أما طريقة كتابته بالصورة العشرية فراكة الصفر على الصحيح فارزة سبعة بال عشرة العدد اللي بعده هو ثنين على خمسة ثنين على خمسة قلني إذا المقام مو عشرة إذا المقام مو عشرة أو البسط أصغر أو البسط أصغر من المقام لازم أجي أحول المقام أوجد إلى مكافئ حتى أخلي يصير المقام عشرة فهلا شنو أضرب في خمسة حتى يصير عشرة في ثنين ونقلنا من نضرب المقام لازم نضرب البسط أيضا فأجي أضرب البسط المقام في اثنان اثنان في اثنان أربعة خمسة في اثنان ساوينا عشرة أربعة من عشرة حتى أجي أرسمه بطريقة النماذج راح أرسم مستطيل وأقسمه إلى عشرة أقسام وألون من عنده أربعة أجي أخذ بهذه الطريقة صفرة على الصحيح وأربعة بالعشرة أما إذا كان المقام البسط أكبر من المقام وكان المقام لا يساوي إلى عشرة ولا مئة أجي بهالحالة راح أجي أحول هذا الكسر راح أحوله إلى عدد كسري وان أحوله عدد كسري فشون أحول عدد كسري قلنا أخذ المقام خمسة زائد خمسة مقام هنا أجي أشوف شنو العدد اللي يقبل القسمة على خمسة وأصغر من الدعش قلنا العشرة العشرة هي تقبل القسمة على خمسة وبنفس الوقت هي شنو أصغر من الدعش أجي أختصر على خمسة بها واحد على خمسة بها اثنين شنو البقال من الدعش العشرة شنو بقال من هذا العدد؟ أقبل واحد على خمسة فهنا من جاة اختصار وصار عندي صار عندي ثنين على الصحيح واحد على خمسة يجب أن أضرب البص المقام في 2 حتى أضرب البص المقام في 2 حتى أضرب البص المقام في 2 يصبح 2 على 10 هنا يكتبها ينزل مثل ما هو فارزة حتى أضرب البص المقام في 2 سأرسم ثلاث مستطيلات وكلها تتلون أما المستطيل الثاني الثالث سألون من عنده جزئين فقط هنا عندي رقم 24 على 20 هنا أقول أني عندي البص أكبر من المقام ونفس الوقت المقام له 100 وله 10 إذا سأجد أبسطها وهذه الطريقة سأجد المكافئ فأخبر 20 زائد 20 مقامات سأجد 27 وما هو العدد هو الذي يقبل القسم على 20 ومن نفس الوقت من كي نفس الوقت أصغر من 27 فهو 20 ما يقالي هنا؟ بقالي 7 20 على 20 ممكن أن أختصره 1 1 زائد 7 على 20 هنا أجد كتبتها بالصورة 1 على الصحيح و7 على 20 المقام يريد ان يصبح 100 مئة أما 100 مئة حتى يمكنك كتبه بصورة كسر 10 حتى أدرب بسط المقام في 5 سأدرب 1 على الصحيح ينزل معي بي 7 في 5 و 3 و 20 في 5 ساوينا 100 سأدرب 1 على الصحيح 35% حتى أرسم هذا سأدرب مربعات المئة أول مربع الذي يمثل العدد الصحيح وهذا كل يتم ملون أما المربع الثاني سألون من عنده 35 مربع صغير 100 ألون من عنده 35 مربع صغير حتى يمثل لهذه الأعداد ناعدنا التمرين استخدام نموذج مربعات المئة لتحويل كل كسر عشري إلى كسر اعتيادي مثل ما تلاحظون هنا مطلوب من عندي مربعات المئة يعني لازم العدد اللي بعد الفارزة أضيف له صفر حتى أسوي 100 إذا لقيت العدد هنا مثلا 1 أضيف له صفر حتى أسوي 10 حتى يكون عندي أجزاء من المئة وأمثلة بهذه الطريقة وهذا الشكل على سبيل المثال عندي صفر على الصحيح و 90 فهنا ممكن أنا إذا أمثلة فأقول 9 على 10 مبدئيا رأسنا صحيح حتى لو كانت 90 على 100 فهنا ستكون 9 على 10 هنا ستكون 4 على 10 كيف أرسمه؟ 90 من 10 أوكي رأس أرسم أول شي أنا عندي صفر عدد صحيح و 9 رأس أقسمه هذه إلى 100 جزء إلى 100 جزء رأس ألون 90 من عندها 90 من عندها راح تظلل و راح يبقى لجد 10 أجزاء غير ملونة هذه بالنسبة إذا تمثيلها في النماذج باستخدام النماذج أوكي العدد هنا البعد هي أيضا من نفس الطريقة أيضا ستكون 3 على 10 وهنا أيضا نفس الشي على 10 أوكي ومكن تكون 60 على 100 أو 36 30 على 100 أو على 10 نفس الشي بالاختصار راح تروح مثل ما هي أما العدد الهنا من طنيا هم مثلا 6 عدد صحيح و 1 قال لي أن أذهب إلى أجزاء من المئة فرح أضيف صفر راح أضيف صفر هنا حتى يصير عندي 10 من المئة أوكي الستة على الصحيح هذا إذا أجي أردد حوله إلى كسر اعتياد راح أقول إذا عدد كسر يلعفوا ستة على الصحيح و عشرة على مئة أوكي حتى أحاول إلى كسر اعتياد راح أجي أضرب وهنا أجمع أجي أقول مئة في ستة راح يكون ستة مئة و عشرة ستة مئة و عشرة هذا من هو البسط أما المقام فينزل نفسه بهالحالة حاولت إلى كسر اعتياد حاولت إلى كسر اعتياد اللي بعده سبعة عدد صحيح و التسعة سبعة الصحيح و التسعة أعجي أضيف صفر راح أصدر سبعة عدد صحيح و تسعة بالعشرة أعجي أكد بها الطريقة تسعين على مئة حتى أحاول إلى كسر اعتياد طبعا هنا أضرب هنا جمع سبعة مئة و تسعون المقام راح ينزل مئة مثله مئة في سبعة سبعة مئة زائد تسعة سيكون سبعة مئة و تسعون هذا الكسر عندي للعداد اللي بعدها أيضا ثلاثة على الصحيح و أربعة على عشار لح تجد انحر ستكون لهذه الطريقة راح نقول ثلاثة على الصحيح حتى chilli آل صفر اربعون على مئة حتى أجي أحاولنا ثلاثة و أربعة و أربعة و أربعة وتسعون على مئة حHYAH الحاولت إلى كسر اعتياجي أوكي ستقولوا ما هو طريقة الرسم فعلتها على سبيل المثال هذه طريقة الرسم سأرسم ثلاثة مربعات كل مربع سأقسمها إلى مئة مربع مربع صغير الجزء الأول هي ثلاث مربعات الخاصة بالعدد الصحيح المربع الرابع سيكون خاصة في هذا الكسر سأقوم بمثل مئة مربع هذا مئة مربع كلهم ملونين أما المربع الأخير سألون من عنده أربعة أربعون مربع نتمنى تكون وضعت عدكم هاي الفقارة سنأتي إلى المسألة الأرقام هنا أعبر عن الجزء الملون بصورة كسر اعتيادي وكسر عشري حتى يأتي هنا أحسب هذا العدد للأجزاء 10 فمقامي سيكون 10 أما البصفة فهو يمثل الأجزاء الملونة فهو 5 على 10 شون أكتبها بصيغة العدد كسر عشري صفر على الصحيح وخمسة بالعشرة هنا تلاحظون هاي عندي المربع مئة مربع صغير مربعين كاملات مربعين كاملات الملونات هاي تمثلي العدد الصحيح اثنان عدد صحيح أما هاي الأجزاء الملونة فاني حسابتها هي 64 جزء 64 من المئة اكتب 2 على الصحيح 64 من المئة حتى كتبها بصورة كسر عشري سأقول 2 على الصحيح 64 من المئة سنجي للتمرين اللي بعده يقول يستعمل مهندس ميكانيك استعمل مهندس ميكانيك استعمل مهندس ميكانيك مقياسا لقياس سمك الاشياء الطلبة فقام بقياس سمك قطعة حديد فوجده 1.5 بالعشرة سنتيمتر ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل سمك قطعة الحديد في أبسط صورة المطلوب ان عندهم مطين هنا واحد عدد صحيح وخمسة بالعشرة يعني مطين هنا كسر عشري حتى احاول كسر العشري مثل ما اقرأ قلنا نكتب واحد عدد صحيح وخمسة بالعشرة خمسة من عشرة هو رايد من عندي احاوله الى كسر اعتيادي فرح اجي اقول عشرة في واحد عشرة في واحد زائد خمسة عشرة في واحد عشرة زائد خمسة خمسة عشرة والمقام ينزل نفسه خمسة عشرة وبعدين المطلوب البعض كاتب لي فيه ابسط صورة اجي اقسم اقول ان هذا البسط المقام يقبل القسم على خمسة اقول عشرة على خمسة بها ثنين وخمسة عشرة على خمسة بها ثلاثة وخمسة عشرة على خمسة بها ثلاثة ثلاثة على ثنين سانتي متر اوكي بعدها نحل مسائل صفحة مئة وخمسة وخمسون يقول لي خطط حل المسألة مثل ما عرفنا احنا بخطط حل المسألة تسعة عشر فاصلة ثمانية وخمسون تسعة عشرة على صحيح ثمانية وخمسون بالمئة العدد الثاني تسعة عشر وواحد واربعون بالمئة متر الثالث عشرون على صحيح وخمسة وعشرون بالمئة متر ثلاثة عشرة على صحيح وثمانية وخمسون بالمئة متر فاذا كانت درجة حسام هي الأكبر وباقر ومصعب متساوين فما هي درجة منتظر مثل ما تجون شوفون احنا عدنا قال لي حسام هي الأكبر حسام هي الأكبر مثل ما احنا عرفنا بهذه التمارين هنا نجي نقارن نجي نقارن من اليسار الى اليمين في هذا الاتجاه من اليسار الى اليمين اذا اشوف العدد الصحيح انا قم بزيلة 20 وهنا حسام هي الأكبر جدي رؤيةaki حسام هي الأكبر يعني قم بتش monopolع منتظر حسام هي درجة منتظر تمرين البعدة أطوال نائل وأسامة ومصطفى هي 1.60% متر الثاني 1.55% والثالث 1 عدد صحيح و52% فإذا كان مصطفى هو الأطول وأسامة هو الأقصر أرتب أطواله من الأقصر إلى الأطول نقارن بين الأعداد فنلاحظ العدد الأول هو الأطول لأنه هنا العدد صحيح 1 أما نروح بعدها مرتبة العشار فنلقي هنا 6 والباقيات خمسة بخمسة فيكون هذا هو مصطفى أما العدد الأقصر فأجي هنا أقارن العدد بعد الأجزاء المئة فنشوف هذا الأقصر فما هو قائل الأسامة هو الأقصر فمعناته أنه النائل هو 1 و على الصحيح هو 55 متر إذا راح ترتيبي راح يكون بهذا الشكل راح يكون عندي أسامة بالترتيب الأول لأنه هو قائل من الأقصر أسامة 1 على الصحيح و52 نائل 1 على الصحيح و55 ومصطفى 1 و60 طبعا هاي هنا بالأمتار نجد المسألة رقم 3 تمثل الكسور 1 على 8 1 على 2 و1 على 4 كمية العصير الذي تناولته كل من رويدة ولماء وهمسة ومكان مجموع ما تناولته لما وهمسة هو 3 على 4 كمية العصير أجد الكسر الذي تمثل ما تناولته رويدة نحن لهذه الكسور عدنا 3 تن لما وهمسة كان كمية العصير 3 على 4 إذن رح نجمع كل كسرين ونشوف يا كسرين عندما أجمعهم يطلع لي ناتجهم 3 على 4 رح يمثلون لي لما وهمسة اللي شربتها لما وهمسة أما باقي العدد اللي ما رح أحتاجه فرح يكون هو كمية العصير اللي شربتها رويدة رح أجي هنا أقول 3 عدد لماء وهي الأعداد اللي عندي 1 على 2 1 على 2 1 على 2 1 على 4 أجي أخذ أول عددين 1 على 8 زائد 1 على 2 مثل ما تعرفون نحن بهذه الكسور ما رح أقدر أجمع إذا ما كان عندي المقامات متساوية فرح أجي هذا المقام هذا الكسر رح أجي أوجد له مكافئ فرح أضرب البسط المقام في 4 حتى أصبح المقام 8 فقل 1 على 8 و 4 على 8 من أجي أجمعهم رح أطلع لي 5 على 8 فما رح يمثل لي الثلاثة والتلوان وهمسة فرح أجعل عددين لبعدهم 1 على 2 زائد 1 على 4 هنا رح أجي إلى وجد جزء مكافئ كسر المكافئ سأضرب البسط المقام في 2 2 على 4 زائد 1 على 4 3 على 4 وهو نفسي تلواني جربته لما وهمسة إذن 1 على 8 ما تناولته رويدة ما تناولته رويدة التمرين رقم 4 اشترت كل من هدى وبلقيس وشمس قطع قماش أطوالها 1 على الصحيح و 5 متر 2 على الصحيح 25 بالمية متر والثالث 3 أمتار و 3 بالعشرة متر وكان مجموعة طولية قطعتين قماش هدى وشمس هو 8 4 على الصحيح و 8 فما طول قطعة قماش بلقيس سأجمع كل رقمين حتى أشوف ما هو النسبة اللي يطلع لي 4 على الصحيح و 8 لأطوال قماش هدى وشمس إذن أجمع أقول العدد الأول مع العدد الثاني جمع بها الطريقة تجمعون رأسا مباشرة أو تحاولوها إلى كسر اعتياجي وبعدها تجمعون أنا أشوف أنها طريقة أسهل أساوي المراتب أخلي صفر هنا بها المرتبة سأكون صفر زائد خمس خمسة خمسة زائد اثنان سبعة الفارزة تنزل واحد زائد اثنان يساوينا ثلاثة إذن هذه ما تمثل لي قطعة القماش لهدى وشمس سأأجي أخذ الرقمين الثانيين سأأخذ هذا الرقم مع هذا الرقم أجي أقول اثنان على الصحيح و 25% زائد ثلاثة على الصحيح و 3% نقول خمسة زائد صفر هي خمسة اثنان ثلاثة فهي أيضا خمسة و 2 زائد ثلاثة يساوينا خمسة بعدها سأأجي أقول واحد عدد صحيح سأأخذ هذا الرقم الأول مع الرقم الأخير واحد عدد الصحيح و 5 بالعشرة سأجي أقول خمسة زائد ثلاثة يساوينا ثمانية واحد زائد ثلاثة يساوينا أربع إذن هذه هي اللي قطعة القماش اللي استعملتها هدى والشمس أما بالقيس فهو العدد اللي ما ضربنا بأي شي لهو 2 على الصحيح و 25% قطعة القماش اللي اختارتها بالقيس نتمرين رقم 5 أنا 20 مكون من مرتبتين عشريتين العدد قبل الفارزة هو 2 العدد قبل الفارزة هو 2 ورقم مرتبة العشار نصف رقم مرتبة أجزاء المئة إذا كان ورقم أجزاء المئة هو 8 فمن أنا مثل ما تعرفون أنه الكسر العشري يتكون منه عدد صحيح وفارزة وجزء من العشرة أوكي واللي بعدها هو جزء من المئة العدد الصحيح هو قائل ياني 2 إذن أخلي 2 ونزل فارزة قائل لي رقم مرتبة العشار نصف رقم مرتبة أجزاء المئة إذن معناتها مثل ما قائل أنه أنا متكون مرتبتين أجزاء المئة هو 8 من طنياها نصف رقم مرتبة أربعة إذن هو هذا الكسر أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا استفادئتوا أتمنى أن تحلوون تمارين أحلو للمواضع اللي شرحناها حتى تتقوون أكثر في حل التمارينات